اي حاجة ليه علاقة بمحمود درويشة لاني قاعد ساكت وهو بساهم وما اعتقدش ان في حد عبر زي محمود درويش ويمكن انطلاقا من كلمة مسألة التعبير او مصطلح التعبير فعندنا تلت دول عبروا عن ايمانهم الحقيقي بالحرية اكتر دولة مش مستغرب انها اعترفت هي ايرلندا لانه ده شعب ناضل لاجل الحرية كتير سنين عقود طويلة تلت دول اوروبية قررت انها تعترف بفلسطين تلت دول اوروبية هم النرويج وارلندا واسبانيا اسرائيل كما جرت العادة ترغي وتزبد وغضب حقيقي فلتغضب لا يعنينا دول اخرى تحاول كتمان هذا الغضب اما نحن العرب فنرحب وبشدة طبيعي قضيتنا المركزية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة عرفتوا دايما بقولكم الصراع العربي الصهيوني في المنطقة ليه؟ واكاد اجزم بل اجزم لكم انه عمري ما قلت الصراع العربي الاسرائيلي ولا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ليه؟ لانه الصراع اكبر من كل مجرد اسرائيل واكبر من انه فلسطين بس هي الضحية مسألة متعلقة بصهيونية دولية تعيث فسادا في الارض صهيونية دولية بتسيطر على دول وعلى حكومات بتسيطر على اقتصاديات ضخمة تهدد اي حد بتخوف اي حد اعترافات التلاتة اعترافات شديدة الاهمية